السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء سنقول اعدادي اهلا ومرحبا بكم يا رب تكونوا بخير موعدنا مع مراجعة النصوص احنا بيجلنا في الامتحان تلات نصوص النص الاول اجباري والتاني والتالت اختياري بنختار منهم واحد النصوص الاجباري بتكون يا القرآن يا الحديث يا النسر احنا عندنا نص قرآني اللي هو حق الاخر وحديث شريف بعنوان من اعمال الخير والنصين حفظ لازم تحفظهم املة يعني هيجي لك في الامتحان اكتب من النص ما يدل على هذا المعنى والنصوص الاختياري بتبقى النصوص الشعرية عندنا اربع نصوص شعرية تواضع سيدنا عمر والتعاون والاتنين دول حفظ وكون بلساما ونص نصائح ودول دراسة الفرق ما بين الدراسة والحفظ ان انت مش مطالب بحفظ النص يعني مطالب بالمعاني ومواطن الجمال والاسئلة معادة الحفظ يعني مش هيجي لك عليكم بلساما ولا درس نصائح هات من النص ما يدل على هذا المعنى بس مطالب بالمعاني ومواطن الجمال واي سؤال يجي على النص تعالوا مع بعض كده نبدأ بالنصوص الاجباري عندنا نصين دول مهمين الحديث الشريف والنص القرآني حق الاخر تعالوا مع بعض نبدأ المراجعة اول نص ده حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيدعونا الحديث الشريف ده ان احنا نشكر نعم الله بيدعونا لشكر نعم الله من خلال الصدقات والنص بيقسم لنا الصدقات الى صدقات قولية وصدقات فعلية صدقات قولية زي العادل والكلمة الطيبة وصدقات فعلية زي مساعدة الاخرين انك تساعد المحتاج وزي المشي للصلاة وزي اماطة الازى انك تبعد الازى عن الطريق ده هنتعرف عليه برضو دلوقتي تاني وعرفنا المعاني المهمة بيقول لنا ان كل سلامة من الناس والسلامة اللي هي عقلة الاصبع يعني لازم تتصدق على كل جزء في جسمك والصدقات دي مستمرة كل سلامة من الناس عليه صدقة ومستمرة كل يوم بيدل ان انت لازم تشكر ربنا باخراج الصدقة كل يوم يوميا بيفيد الاستمرار كل يوم تطلع في الشمس يعني بتشرق في الشمس اول حاجة تعدل ما بين اتنين وتعدل يعني تنصف او تساوي وعكسة تظلم او تجور يبقى اول حاجة في الصدقات القولية العادل تاني حاجة انك تساعد الناس تعين الرجل يعني تساعده في دباته والدابة كل ما يدب على الارض انك تساعده فتحمله عليها يعني تساعده في ركوب الدابة او تساعده ان انت ترفع له متاعه والمتاع اللي هو كل ما ينتفع به متاعه يعني اغراضه ومن الصدقات برضو القولية الكلمة الطيبة ان انت تقول كلمة كويسة زي ذكر الله زي تدعي الحد زي القاء السلام زي انك تشهد بكلمة حق زي النصيحة زي الصلحة ما بين المتخاصمين كل دي انواع للكلمة الطيبة ومن الصدقات برضو المشي للصلاة لان كل خطوة بتمشيها الى الصلاة دي صادق ومن الصدقات برضو انك تميت الازة تميت يعني تبعد بتبعد الازة يعني الضرر عن الطريق انك تبعد اي ازة او اي ضرر في الشارع تبعده من الطريق برضو صادقة يبقى احنا عرفنا كده من النص ده ان الصدقات نعين صدقات قولية وصدقات فعلية او صدقات بدنية الصدقات القولية قلنا زي العدل ما بين الناس وزي الكلمة الطيبة انما الصدقات الفعلية او الصدقات البدنية زي مساعدة الاخرين مساعدة الانسان في ركوب الدابة او رفع متاعه عليها. وزي الساعي المشي الى الصلاة. فبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صادقة. ومن الصدقات البدنية اماطة الازى عن الطريق. ان انت تزيل تبعد الازى من طريق الناس والحفاظ على البيئة برضو صادقة. وعرفنا مواطن الجمال المهمة اللي في النص قلنا كل سلمة من الناس ده بيدل على وجوب التصدق. لازم تشكر ربنا على نعمة ربنا وتتصدق على كل جزء من اجزاء جسمك. كل دي بتفيد العموم والشمول. وسلامة كل قطعة من جسمك. عقلة الاصبع. وهنا صدقة دي نكرة للعموم والشمول. يعني يقصد يقولك اي صدقة. وكل يوم دي بتفيدل ايه? قلنا بتدل على الاستمرار والمدومة على فعل الخيرات والمدومة على هذه الطاعات وهذه الصدقات. اول حاجة العدل تعدل. يبقى بيدل على اهمية العدل في حياتنا. تعدل بين اثنين. وكلمة اثنين دي نكرة بتفيد العموم والشمول. يعني اي اثنين. وانك تساعد الراجل في دباته. بيدل على اهمية التعاون. اهمية التعاون في حياتنا. تحمله عليها. او ترفع له عليها متاعه. حرف العطف او. هنا العطف بيفيد تنوع اشكال التعاون. وعلى قطب اللي قبلها تفصيل. بيفصل اللي قبلها. وعندنا تحمل وترفع الكلمتين بينهما. الاثنين بنفس المعنى. يبقى بينهما تراضف يوضح المعنى ويؤكده. وبرضو الكلمة الطيبة بيدل على اهمية الكلمة الطيبة. وبيشبه الكلمة بالمال الذي نتصدق به. وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة. برضو تعبير جميل. فيه دعوة الى الحرص على صلاة الجماعة. بيدل على اهمية الصلاة في المسجد لما لها فضل عظيم. ومن الصدقات انك تميت الازى عن الطريق. برضو تعبير جميل بيحث بيشجع على المحافظة على سلامة الناس والبيئة. وبيشبه الازى بشيء مادي. بحاجة مادية يمكن ازالتها من الطريق. وهنا كلمة صدقة كررها كتير. تكرار كلمة صدقة للتأكيد على اهمية الصدقة واثارها في حياتنا وتنوع اشكالها. واي فعل مضارع في مواطن الجمال بيفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. والفعل الماضي بيفيد الثبوت والتحقق. وبكده يبقى احنا رجعنا على اول نص الحديث الشريف بعنوان من اعمال الخير. النص التاني بعنوان حقه الاخر. وده من الكرآن الكريم. وهنا الايات دي من صورة الحجرات. والايات دي بتتناول بعض الحقوق الانسانية. حق الانسان على اخيه الانسان. لتحقيق الحب. ونشر الاخوة والسلام في المجتمع. زي الصلح ما بين المتخاصمين. وتحريم السخرية. وسوق الظن. والتجسس. والغيبة. وابتدعونا الايات لتقوية العلاقات والروابط فيما بيننا. والتحلي بالتقوى. لان التقوى هي اساس التفاضل بين البشر. في الاية الاولى بيقول لنا انما المؤمنون اخوة. ده هنا اسلوب مؤكد بانما. وبيصف بيشبه المؤمنون بالاخوات بالاخوة. بيدل على ايه? بيدل على الترابط. فاصليحوا اهو اسلوب امر. غرض الوجب والالزام. بيأمرنا بالصلح ما بين المتخاصمين. وبيأمرنا ان احنا نخاف من الله في جميع الامور عسى ان يرحمنا الله. اصليحوا اسلوب امر. اتقوا الله اسلوب امر. واللي اتنين غرضهم الوجب والالزام. اصلحوا يعني وفقوا. واتقوا الله يعني خافوا من عقاب الله. لعلكم ترحمون. هنا استخدام لعله بيفيد الرجاء. بيتمنى. بنتمنى من الله الرحمة. وحسوا تشجيع على العمل الصالح وتعليل اللي قبله. اللام دي لام التعليل. نتق الله ليه? لعلكم ترحمون. يبقى علاقتها باللي قبلها تعليل. وفي الاية التانية بينهانا الله عن السخرية. يا ايها الذين امنوا. اسلوب ايه? اسلوب نداء. غرض التنبيه والتعظيم. اول نهي. لا يصخر قوم من قوم. اسلوب نهي. غرض التحذير والنصح والارشاد. يصخر يعني يهزأ. لا يصخر قوم من قوم. وهنا كلمة قوم دي نكره للعموم والشمول. ولا نساء من نساء برضو كلمة نساء برضو نكره للعموم والشمول. بينهنى عن السخرية. رجالا ونساء. ليه? لان الشخص اللي انت بتصخر منه ده ممكن يكون افضل منك عند ربنا. لا يسخد قوم من قوم. عسى ان يكونوا خيرا منهم. رجال او نساء. ولا نساء من نساء. عسى ان يكون خيرا منهن. والنهي التاني بينهانا عن العيب في الاخرين. ولا تلمزوا يعني تعيبوا. ولا تلمزوا انفسكم. والنهي التالت. ولا تنابزوا بالالقاب. يعني ما تنديش حد بلاقب يكرهوا. تنابزوا بالالقاب ان انت تنادي دعوة احد بلاقب يكرهوا. والالقاب اللي هي الاسماء مفردها لقب. وقلنا تلمزوا يعني تعيبوا. وعكسها تمداحوا. وهنا القرآن الكريم بيقول لا تلمزوا انفسكم. انا هلمز نفسي ولا هلمز الاخرين? الاخرين. ده تعبير جميل. برضو جعل لمز الاخرين لمزا للنفس. لان احنا اخوة. ده بيدل على قوة العلاقة ما بين المؤمنين. بقس الاسم الفسوق. ده اسلوب زم. بيبين قبح المعصية بعد الطاعة. بقس الاسم الفسوق. بقسة يعني قبحة. الاسم يعني الصفة. الفسوق الخروج من طاعة الله. يعني انت لو عملت الحاجات دي السخرية واللمز والتنابز. الافعال دي بتسبب العداوة ما بين المؤمنين. واللي بيرتاكب هذه الافعال فهو فاصق. والفسوق الخروج عن طاعة الله. وواجب عليه التوبة. والرجوع عما يفعل. واللي مش هيتوب فهو اللي ظالم نفسه. ومن لم يتب ده تحذير من مخالفة اوامر ربنا. فأولئك هم الظالمون. اللي مش هيتوب هو اللي ظالم نفسه. وفي الاية اللي بعد كده الكرآن الكريم برضو بينادي على المؤمنين يا ايها الذين امنوا. اسلوب نداء للتنبيه والتعظيم. اجتنبوا. اسلوب امر. اجتنبوا كثيرا من الظن. وده اسلوب امر غرض الوجوب والالزام. بيأمرنا الكرآن الكريم ان نبتعد عن الظن السيء. والظن السيء هو اتهام الاخرين بغير دليل. لان بعض الظن اسم. وهنا بيقول لنا بعض. مش كل الظن. لان الظن لو بدليل مش هيكون اسم. انما لو الظن الشك انك تتهم احد بغير دليل. ده اثم. يعني زنب. والاسلوب ده ان بعض الظن ده اسلوب مؤكد بان. وبينهنى عن التجسس ولا تجساسه. ويعني التجسس هو التتبع عورات الاخرين. والبحث عما يخفونه. ده اسلوب ناهي غرض التحذير من التجسس. وبينهنى عن الغيبة. لا يغطب بعضكم بعض. الغيبة انك تذكر اخاك بشيء يكره. وهنا ده اسلوب ناهي برضو غرض التحذير. ايو حب احدكم اسلوب استفهام على طوله. غرضو النافي. ايو حب احدكم. في حد بيحب اني ياكل لحم اخي وهو ميت. لا طبعا. يبقى ده نافي. يبقى اسلوب استفهام غرضو النافي والاستنكار. بيشبه اللي بيغتاب احد زي اللي بياكل لحم وهو ميت. فكرهتمو. النتيجة انت مش هتحب تعمل ده. فكرهتمو. فاتقوا الله. فكرهوا الغيبة زي ما بتكرهوا. تاكلوا لحم الانسان وهو ميت. واتقوا الله. ده اسلوب امر. بيأمرنا بتقوى الله بالخوف من الله وغرض الوجوب والالزام. ان الله اسلوب مؤكد بانا. تواب الرحيم. وبينادي ثاني على الناس. يا ايها الناس. اسلوب نداء غرضو التنبيه. ان خلقناكم من ذكر وانسة. ربنا بيقول ان هو خلقنا جميعا من اب واحد. هو ادم عليه السلام. وام واحدة اللي هي حواء. وده اسلوب مؤكد بانا. ان خلقناكم. وذكر وانسة بينهما. بينهما تضاد. خلقنا من اب واحد وام واحدة. وجعلناكم شعوبا وقبائل. شعوب يعني جماعات كبيرة. قبائل يعني جماعات صغيرة. يعني الكلمتين عكس بعض. بينهما تضاد. وشعوب جامعة للكسرة. وقبائل جامعة للكسرة. جعلناكم شعوبا وقبائل. ليه? اللام دي لام التعليل. يبقى تعليل اللي قبله. ليه تعارفوا. وتنشأ بيننا المحبة والالفة. فكلنا سواسية. ومقياس التفاضل عند ربنا بالايه? بالتقوى. ان اكرمكم عند الله. الافضل عند ربنا اكثركم تقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعني اكثركم تقوى وخوفوا من الله. اللي بيخاف ربنا اكثر. وبيتقل له اكثر. يبقى هو ده الافضل عند ربنا. ان الله عليم خبير. ده اسلوب مؤكد باننا. ان اكرمكم. ده اسلوب مؤكد باننا. يبقى النص ده بعنوان حق الاخر. وحق الاخر عليك انك تحترمه. وتقدره. وتحفظ كرمته. اسراره. وتحسن معاملته. والبعد عن السخرية منه. والتجسس عليه. والظن السيء به. واتباع هذه التعليمات القرآنية. يترتب عليها ان ينتشر المحبة والامن والامان. ويتقدم الانسان. ويتقدم الفرد والمجتمع. وبكده يبقى احنا شرحنا النصين الاجباري. الحديث الشريف من اعمال الخير. والنص القرآني حق الاخر. وفي الحلقة اللي جاية هنعمل مراجعة على النصوص الاختياري. النصوص الشعرية. بتمنى كون ادير تفيدكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.